في الطريق إلى جينيب 5 الذي حدد موعده مبعوث الأمم المتحدة ستيبان ديمستورا في 23 من الجاري اجتازت الأطراف الضامنة روسيا وإيران وتركيا محطة أستنى ثلاثة رغم كل العوائق والعرقيل التي عطاردت هذا المسار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي تم خلاله بحث تسوية الأزمة في سوريا وقال ديمتري بسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه تم خلال الاجتماع بحث وضع تسوية الأزمة في سوريا وتبادل الآراء حول آفاق عمليتي أستنى وجينيف بشكل عام الاجتماع الروسي تزامل مع إعلان كازاخستان عن استعدادها لمواصلة استضافة اجتماعات أستنى كما قال عاقل بكمال ألدينوف نائب وزير خارجية كازاخستان مشيرا إلى أن اجتماعات أستنى مقبولة من جميع الأطراف وأنها تقدم الظروف المثالية لتستمر المحادثات على هذا المسار بنجاح للتوصل إلى نتائج ملموسة ونقلة نوعية في ضوء التصعيد الإرهابي والصيوني ضد سوريا ومحاولة عرقلة الحوار السوري السوري وتأكيد وزير الخارجية الروسي سرقيل أبروف على أن أولويات السياسة الخارجية الروسية تتمثل في إقامة تحالف دولي واسع لمكافحة الإرهاب فإن أبصار السوريين تشخص إلى الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب حيث ترسم تلك الإنجازات ملامح المرحلة المقبلة